موسيقى التقارير الحقوقية محاولات تحت مثلة الأمم المتحدة ومنظماتها للضغط على الدول تقارير مسيسة ومنحازة وتدخل في الشؤون الداخلية للدول ومراقبون معظمها تضليل لتحقيق أجندات ممولة موسيقى من فلوريدا ترامب يعلن انطلاقة مشواره الانتخابي 2020 تلميحات الرئيس بفترات متعددة تثير شكوك الديمقراطيين المنافسة الانتخابية تحتدم والملف الإيراني ضمن الحسابات المعقدة في الصباح موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تقارير دولية بعناوين حقوقية من منظمات متعددة لا تترك شاردة ولا واردة في شون الدول تقارير بعضها يناقض الآخر ما يراه مراقبون ميلا ليس للحقيقة بقدر ما هو ميل لأهداف الممول فالمنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة أعلنت مرارا النقص في ميزانيتها ما ينعكس على موظفيها ومشاريعها ربما من هذا الباب كان دخول الأجندة الخفية لبعض الدول كي توصف في حساباتها مع دول أخرى فهل التقارير الأممية في مجملها مسيسة؟ وإذا كانت كذلك هل يستوجب هذا الأمر الرد عليها كل مرة لفضح ممارساتها وتدخلاتها الفجة بشؤون الدول الداخلية؟ وهل يستوجب الأمر تعاملا آخر من الدبلوماسيين ومن لهم علاقة مباشرة مع هذه المنظمات لكبح جماح فوضى التقارير المؤدلجة؟ أم هي مسؤولية أممية في عادة الضوابط والقوانين الدولية المعمول بها إلى الواجهة؟ والتأكد من تطبيقها على أي تقرير قبل نشأة؟ مغالطات وانتقائية وتسييس لقضايا حقوق الإنسان هكذا هو حال التقارير الحقوقية الأممية والمنظمات الدولية كمنظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش فهي منظمات تمارس أعمالها بدافع أيدولوجي وانحياز سياسي مكشوف ليكون الانحياز وعدم الحيادية نهجا وسبيلا ازدواجية تشهد عليها الحالة اليمنية فتقارير مفوضية حقوق الإنسان دائما منحازت للميليشيات الحوثية الإرهابية على حساب الحكومة الشرعية والشعب اليمني الذي تستمر في سرقته منذ خمس سنوات وتتمادى في انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بل إن تقرير المفوض السامي عن حقوق الإنسان في اليمن لعام 2018 خالف كل الأعراف الدولية والقرارات الأممية مؤكدا تجاوز معايير المهنية والنزاهة والحياد بعدما وصف التقرير لانقلاب على الشرعية بالثورة والإرهابية عبد الملك الحوثي بقائدها تناقضات ليست بجديدة وتدخل سافر في شؤون الدول بعناوين حقوقية وحتى النظام القضائي لم يسلم من هذه التدخلات كما جاء في تقرير المقررة الخاصة للأمم المتحدة أجنيس كالمار بما حمله من أكاذيب فجة بشأن قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي والتغافل المتعمد عما تم اتخاذه من إجراءات فورية وصارمة بحق المتورطين ومتجاهلا قضاء متجردا من الهوى تحقيقا للعدل بين المواطنين ومنذ ثورة الثلاثين من يونيو لم تسلم مصر من هذه الحرب لتشويه صورتها أمام الرأي العام العالمي بعدما تمت الإطاحة بحكم الإخوان في وقت تتغاضى تلك المنظمات عن إرهاب وجرائم دول إقليمية كما هي أنقرة التي فصلت عشرات الآلاف من المدنيين والعسكريين وزجت بهم في السجون وتحايل النظام لإعادة الانتخابات في اسطنبول واغتال المواطن الفلسطيني يأزكي مبارك في سجونه بلا أي جريرة بينما كان الصمت المطبق هو حال منظمات تدعي كذبا أنها تدافع عن حقوق الإنسان صمت تتضح حقيقته بحصول منظمات مثل يومان رايتس ووتش على تمويل من قطر لتصبح تقاريرها مؤدلجة بل أصبحت صوت الإخوان ويؤكد مراقبون أن هذه المنظمة ومنذ نشأتها لها دور سياسي في الحرب الباردة أو الحروب الدبلوماسية بين الدول ما يكشف أنها منظمات تعمل وفق أجندات مسيسة بعيدة عن أي موضوعية أو مهنية لإفساد السلم الاجتماعي بغرض تدمير الدول من الداخل لبرنامج هنا الرياض شهاب شعلان أهلا بكم للنقاش في هذا الملف ينضم إلينا هنا في الأستوديو الكاتب المحلل السياسي الأستاذ منيف عماش الحربي من القاهرة وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية الأستاذ نبيل عبد الحفيظ وكذلك الخبير في العلاقات الدولية دكتور أحمد سيد أحمد أهلا بكم جميعا أبدأ معك أستاذ منيف هل هذه التقارير الأممية في مجملها مسيسة أم أنه هناك سوء فهم لهذه التقارير ربما الجانب الأكبر أنها مسيسة بس خلنا نشير أخي نفرح إلى نقطة كانت غائبة عن الإعلام العربي وهو أنه الدوحة عملت من 95 على زيادة نفوذها في المنظبات الإقليمية والدولية طهران من 2004 الأخوان كانوا عبر تاريخهم يحاولون النفوذ للمنظمات الإقليمية والدولية أنقره من 2002 بعد صعود أردوغان المشروع الأخواني العثماني بدأت النفاذ إلى المنظمات الإقليمية والدولية أيضا معظم منظمات حقوق الإنسان هي أقرب إلى اليسار والتيار الليبرالي فبالتالي لو تشوف المفوض السامي لحقوق الإنسان السابق زيد بالراعد كان صمت القبور على موضوع إسرائيل عندما تقوم بالهجوم على الفلسطينيين وهو شخصية عربية وإحنا أبتلينا في العالم العربي أن أي شخصية عربية يستلم منصب دولي تجد أنه ينقلب على العرب وبالذات على الخليج هذا زيد بالراعد كان صمت القبور أمام إسرائيل ولكن كان حاد ضد السعودية وضد الخليج في كثير من المواقف فهذه المنظمات فقدت مستاقياتها لأن الأمم المتحدة إذا أخذت النفط مقابل الغذاء واحدة من أكبر مشاريع الفساد التي وجدت بالتأكيد يعني واحد من الأسماء التي كتبت على اليمن هو شخصية يسارية تونسية متحلفة مع الأخوان فبالتالي أنا أذكر حادثة مهمة خمفرح أنه مسؤولة في الإعلام للاتحاد الأوروبي قالت لي في القاهرة في 2008 عندما كان الحديث عن السعودية وحضرت مناسبة السعودية وتفاجعت بهذا العمق السعودي فقالت أنه للأسف إحنا من يقوم بإعطاءنا معلومات هما من بني جلدتكم عرب فقلت أكيد أنهم خبراء مؤدلجون الخبير المؤدلج يبقى أسير فقالت الآن المشهد يبدو أنه تغير بالنسبة لي تجاه السعودية أيضا على الجانب الآخر هناك اتهام هناك اتهام بأنه من أين تستقي هذه المنظمات معلوماتها ليس على الأرض من معلومات حقيقية وإنما من أشخاص ربما معارضين لأنهم هم الناشط التيار اليساري والليبرالي العربي والإخواني هم الناشطين واللي فهموا طبيعة اللعبة بالمنظمات الإقليمية والدولية على السياق ذاته أيضا أخم فرح الجهد يبدو أنه أخفلنا حين المنظمات الإقليمية والدولية لفترة طويلة ولم ندفع بكفاءات دبلوماسية خاصة بالإدارة الوسطى والعليا أحيانا نحن نركز على الإدارة العليا ترى الإدارة الوسطى بهذه المنظمات الإقليمية والدولية أهم لأنها هي التي تدفع بأسماء إلى الصفوف إلى الإدارة العليا خلال 5 سنوات إلى 10 سنوات بالمقابل حين أخفلنا المنظمات الإقليمية والدولية وإعتقدنا أنها مهنية وهي الحقيقة لا نحن بحاجة إلى نفوذ أكبر فيها سأعود معك في موضوع الكفاءة الدبلوماسية عربيا في هذه المنظمات لكن الدكتور أحمد سيد يعني الأمين العام للجمع العربية السابق سيد عمر موسى قال تراجع دور الأمم المتحدة لمصلحة يقول تجمعات مصغرة تعمل على قيادة هذا العالم والتحكم بمصادره وهو ما يثير يقول مخاوف العديد من دول العالم الثالث هل هي لعبة وهناك من يفهم هذه اللعبة أو يستغلها للأسف لتصفية حسابات مع دول أخرى يعني بداية حيات الأكس المفرح والدفق الكرام بالطبع ظاهرة حقوق الإنسان هي كانت ظاهرة ظاهرها الرحمة لكن بطنها العذاب رفعت شعارات حقوق الإنسان لكنها اكتشف بعد كل هذه العقود أنها كانت مظلة حقيقة لتنفيذ أجندات سياسية لدول معينة لمنظمات معينة على أرض الواقع وكانت إيدولوجية واتسمت بعدم المصدقية وعدم المهنية وعدم الحيادية وعدم الموضوعية سواء فيما استقاء فيها المعلومات أو سواء فيها الأغراض حتى من وراء التقارير التي تصدر عن هذه المنظمات بما فيها للأسف منظمات الأمم المتحدة وتقارير المفوض السامي يعني نقول مثلا على سبيل المثال عندما فيها اليمن عندما يصدر تقارير أولا هذه المنظمات تعمل في صنعاء يعني تحت الإنقلاب هي تناقض نفسها وتناقض القرار 22-16 الذي يطالب بإنهاء كل سؤال الإنقلاب وإنهاء سيطرة الحسيين وبالتالي هنا التعامل الكشرعية هو أيضا يفقد المصدقية ويعني أن هذه المنظمات مسيسة أنها تنفذ أجندات لأطراف مستفيدة من استمرار حالة السراع من هذه الأوضاع الأمر الثاني أيضا فيما تعلق به مصر والمملكة العربية السعودية هنا نجد أيضا التسييس والأجندات لأغراض معينة عندما تستقي معلومات من أطراف معارضة تحمل قراهية وتحمل عدوانية ومضللة ولا تستوي ولا حتى تستقي من الأطراف الأخرى بما يعني أبسط أبدايات الموضوعية ثم الأمر الثالث عندما تركز على أبعاد معينة حقوق الإنسان يعني حقوق الإرهابيين وتتجاهل تماما حقوق المواطنين حقوق رجال الأمن كما رأينا في مصر وتقرير منظمة العفو الدولية ثم أيضا الزواجية الثالثة التي كشفتها وهي أنها تركز على مناطق ودول معينة بينما تتجاهل قضايا مهمة يا رأينا في مينمار عندما تجهلت كل هذه المنظمات أكثر من 700 ألف شخص تم حرق بيوتين رأيضا أيضا المعسكرات في الصين والإيجور رأيضا أيضا في أفريقيا كل هذا ماذا يعني هذا يعني المهاجرين الذين يوجهون المعادة في أوروبا بما يعني أن الأمم المتحدة والمشكلة المالية قد فتحت صغرة أمام دخول الأجندات ودول ومنظمات لتسييس لتمويل وتوجيه مثل هذه التقارير وهو يعني في نهاية المطاف أنه أفقدها مصدقياتها وحياداتها يعني سيد نبيل عبد الحفيظ أمام كل هذه المواضلات ربما اليمن هو أنموذج وشاهد على ما عنه من التقارير الأممية آخرها ربما التقارير المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن الحقوق الإنسان من سبتمبر 2014 إلى يونيو 2018 تجاهل تماما جرائم الحوثيين لم يشير إلى اعتراضهم السفن الأسلحة التي تأتيهم من إيران وأحيانا كانت توصل عن طريق منظمة تابعة للأمم المتحدة ولم يتحدث عن زراعة الألغام ولم يتحدث عن استهداف الأفراد من قبل هذه الميليشيات بل وصل إلى أن سماها سلطة الأمر الواقع فبالتالي مثل هذه التقارير كيف أطالت أمد النزاع برأيك في اليمن بداية المساء الخير أخي نفرح أنت وضيوف الكرام والسادة المشاهدين حقيقة نحن من أكثر الجهات التي عانت معاناة شديدة مع المنظمات الدولية التابعة للمنظومة الدولية للأمم المتحدة نتيجة تضاربها حتى فيما بينها البين يعني عندما نجد أن بيانات مجلس الأمن تتحدث عن حكومة شرعية وميليشيات انقلابية ونجد المفوضية السامية ترفض هذا التوصيف وتتحدث عن أطراف صراع وتساوي بين ضحية وقلاد كانت هذه هي البداية في الصراع بيننا وبين هذه المنظمات الدولية ثم يأتى فريق الخبراء الذي وضعوه ليحاولوا أولاً أن يجعلوا منه فريقاً دولياً وعندما لم يستطيعوا ذلك قالوا هو فريق للخبراء لتقص الحقائق ثم ذهبوا في تقريرهم لأن يقدموا تقريراً سياسياً لا تقريراً حقوقياً قدمنا فيه يعني كتاباً كاملاً حول ما وقع فيه هذا التقرير التقرير كما ذكرتم يصف الإنقلاب بثورة ويصف القائد الإنقلاب بقائد الثورة ثم يتعامى تماماً عن كل الجرائم التي قامت بها الميليشيات ليقول قامت الميليشيات بعدد كبير من الخروقات ولا يعددها ثم يذهب إلى ما تقوم بالعمليات عمليات التحالف العربي والجيش اليمني ليقوم بتفنيدها وكأنه يقدم تقرير عسكري وسياسي بامتياز هذا كان نموذجاً صارخاً ثم عندما رفض أوصلنا هذا التعامل وهذه الأجندة المسيسة أوصلنا لأن نعلن رسمياً في مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر الماضي أننا أصبحنا نرفض تماماً التعامل مع هذا الفريق أو غيره رغم أننا هذا الفريق نفسه استقبلناه في عدن وطالبناه مطالبة رسمية وبالرسائل المكتوبة أن يذهب إلى تعز أن يذهب إلى المناطق التي بها الصراع فكان دائماً يعلل أنه سيقوم بذلك لاحقاً ولم يقوم بأي شيء من ذلك ولم تأتي لاحقاً ترك كل ما هناك من ترك كل العمليات والانتهاكات ليذهب ليتحدث في أشياء ليست في السياق على الإطلاق إذن هذه هي النوعية التي نواجهها من المنظمات بالإضافة إلى منظمات نحن نعلم مسبقاً أجندتها السياسية نعلم من يمولها نعلم من يعطيها التمويل للقيام بهذا الدور الجانب الآخر المنظمات الموجودة في صنعاء كما أشار الدكتور أحمد تم قامة الميليشيات الحوذية بفرض موظفين تابعين لها داخل هذه المنظمات ثم فرض منظمات محلية تابعة لها أيضاً لتكون شريكة مع المنظمات الدولية وهذا ما سنتي عليه في موضوع استقاء المعلومات نعم اسمح لي لكن سعود للنقاش المملكة العضو العربي الأول الآن في مجموعة فاتف المعنية بمكافحة غسل الأموال ودعم الإرهاب عضوية لها دلالات تؤكد الدور السعودي المؤثر دولياً في مكافحة الإرهاب وتمويله ترجمة نانسي قنقر 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 الآن ينضم لنا عبر الهاتف المتحدث باسم هيئة حقوق للإنسان الأستاذ محمد المعدي أهلا بك سؤالي لك بعد إجماع من ضيوفي هنا بأن كثير من هذه التقارير لم تكن كلها للمنظمة الدولية هي مسيسة إذا كان الأمر كذلك هل يستوجب ردا من الدول المعنية على كل تقرير ودحظ الشبهات والأدلجة فيه أم أنه يكفي تجاهل هذه التقارير سأكون الله بالخير يعني على شك أنه مثل هذه التقارير يعني يكون غطاءها سياسي أو تسيس من أجل الإساءة إلى الدولة المستهدفة لا شك أنها تحتاج في بعض الأحيان إلى الرد فعلى ما يتم تقديره من الدولة المستهدفة بهذه التقارير أن يتم الرد عليها ودحظ هذه المزاعم أو اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ حقوق الدولة والرد على مثل هذه التقارير المسيسة نعم موضوع استقاء المعلومات تحدث عنه الضيوف يعني هل هذه المنظمات تستقل معلومات من مصادر على الأرض تابعة لها أم أنها من معارضين وأناس لهم أجندات خاصة برأيك غالبا المعلومات التي يتم استقاها هي معلومات ملطقة ومعلومات غير دقيقة ويتم الاستشهاد بأراء المعارضين أو الذين يقدحون في نظامية بعض القرارات أو بعض الأوامر التي تصدر من الدولة بهدف رفع كفاءة الحياة للمواطن أو سيادة القانون هناك فئة معروفة ومعروفة أهدافها ومعروف داعمينها هؤلاء هم المراسلون لهذه المنظمات يتواصلون معهم يزورون الحقائق يريدون الحاق الأذى على الأقل السمعة السلمية الصاقها بالدولة ولكن مثل هذه التصرفات تأثيرها وقتي ومع مرض الوقت بالتأكيد سوف تظهر الحقائق على أرض الواقع طيب سؤالي الأخير لك عن موضوع الرد أنت قلت بأنه كثير من هذه التقارير تستوجب الرد علي المنظمات الحقوقية المنظمات التي لها علاقة مباشرة بمثل هذه المنظمات الدولية داخل الدول يعني هيئة حقوق الإنسان لدينا هنا كيف يمكن أن تتعاطم الموضوع ما هي الإجراءات التي تحتاج للرفع منها وتعزيزها مستقبلا هناك آليات تتبعها هيئة حقوق الإنسان في الرد على هذه التقارير وأنا أقصد بالتقارير التقارير التي تصدر من آليات الأمم المتحدة أو من ولاياتها أما منظمات المجتمع المدني الدولية والتي تقاريرها دائما ما يشوبها العدائية تجاه المملكة فتغمل مثل هذه التقارير إلا إذا دعت الحاجة إضاح بعض النقاط عيئة حقوق الإنسان بصفتها هي الجهة التي تمثل المملكة في تقديم التقارير الدولية تقوم بالرد على جميع ما يثار من مواضيع ضد المملكة أو يتم إضاح الصورة إذا كانت الصورة غائبة عن طريق الآليات التي يتم التعامل معها مضاشرة في الأمم المتحدة وفي مجلس حقوق الإنسان شكرا جزيلا لك المتحدث في اسمه حقوق الإنسان أستاذ محمد المعد شكرا جزيلا لك أعود معك سيد منيف لموضوع قبل هذا الاتصال كان هناك فاصل عن انضمام إلى الفاتف أحد التناقضات ربما في التقارير سواء من الدول أو من المنظمات المفوضية الأوروبية حاولت وضع المملكة في قائمة الدول المتهاونة في موضوع غسل الأموال يأتي انضمام المملكة كأول دولة عربية ليدحظ كل هذه المزاعم في موضوع تمويل الإرهاب وغسل الأموال شوف هذا مثال صارخ مجموعة العامل الدولية اللي انضمت لها المملكة تعرف هي تأسس عام تسع ثمانين من الجي سفن والسعودية كانت عضو مراقب في 2015 ولان أصبحت أول دولة لو تلاحظ هي المعنية بوضع الأسس والمعايير لغسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب الاتحاد الأوروبي هو عضو في مجموعة العمل الدولية بينما الاتحاد الأوروبي أصدر ما يعرف بالقائمة السوداء اللي هي ضمت أربع مقاطعات من الولايات المتحدة وضمت المملكة العربية السعودية اللي واضعين التقرير وجدوا فيها ثغرات كبيرة غير مؤهلين وجدوا أنه جزء كبير منهم من أوروبا الشرقية ولما تضع أربع مقاطعات من الولايات المتحدة أنت تطعن بوزارة الخزانة الأمريكية مباشرة فأسقطت هذه القائمة وهذا من دليل التناقضات ما يحدث أخاً فرعاً حتى في الاتحاد الأوروبي حتى في الأم المتحدة هناك لبيات هناك نفوذ هناك أصوات تملك التأثير لذلك يجب العمل عن قرب السعودية قامت بمبادرة جيدة وهي أنه من سنة أصبح لديها بعثة سعودية في الاتحاد الأوروبي هذا ما نحتاج ونحتاج أن لا نغفر يعني منظمة العفو الدولية Human Rights Watch أو Amnesty كل هذه المنظمات يجب أن تكون قريب منهم وتتابعهم ويكون لك قنوات اتصال معهم لشرح وجهات النظر مثل ما قال الأمير محمد بن سلمان في مقابلة الأخيرة في الشرق أوسط ماذا قال؟ قال تعرضنا لحملات عديدة طوال تاريخنا نحن نعمل على مسارين توضيح الحقائق وتفنيدها وأيضاً الاستماع للأصوات المنطقية والموضوعية والعقلانية فبالتالي يجب أن نكون لكن ما حدث من مجموعة العمل الدولية وانضمام الملكة هذا مثال صارخ أن الاتحاد الأوروبي أحياناً معايير متهالكة أيضاً طيب دكتور أحمد سيد موضوع الإنشاء منظمة الأمم المتحدة في العام 1945 فرنسا الصين المملكة المتحدة الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وقتها هم من وضعوا الميثاق لهذه المنظمة ولاحقاً كان هناك انشقاقات وتباينات في وجهات النظر خاصة مع الروسيا فبالتالي هذا الأمر كيف أثر على قضايا مختلفة لم نجد لها حلاً حتى الآن القضية الفلسطينية قضية قضايا أخرى في أفغانستان احتلال العراق لم يكن لها دور هذه المنظمة يعني بالطبع تجربة أكثر من نصف عجل الأمم المتحدة كشفت عن صغرات كبيرة وعن عجل الأمم المتحدة داحدة وفشلوها في منظومة الأمن الجماعي في التعامل مع القضايا الدولية بالطبع بسبب تركيبة مجلس الأمن وبسبب الصراع بين القوى الكبرى والذي إلى وصل الصراع على المصالح وتناقضها وهذا حتى ما ظهر في كثير من الأزمات حتى في اليمن عندما استخدمت روسيا الفيتو أيضا ضد إيران في سوريا في غيرها من الأزمات عجزت الأمم المتحدة وبالتالي هنا أصبحت تحرك الدولي خارج الأمم المتحدة وخارج مجلس الأمن وهنا برز دور المجتمع المدني المنظمات الحقوقية التي استغلت كشعار وكأداء في صراع الأجندات بين الدول الكبرى في صراع المصالح هناك تركيز وتمويل وأهداف معينة من وراءها ولذلك نقول أن هذه المنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الحقوق الإنسان كلها حقيقات ما فقدت المصداقية هذا ما كشفت عنه التجربة يعني حتى على سبيل المثال عندما نقول حتى تقرير كالي مارض بشأن المواطن السعودي جمال خاشقجي عندما تقول أن العدالة في المملكة لا تجري بنية حسنة فماذا يعني هذا؟ يعني أن هذا كله تنفيق أنه كلام غير لا يرتب بالواقع لا يعتمد على أي أسس حقيقية وإنما يعتمد على أجندات مسبقة وأغراض معينة وهدف معين هو من وراء التقرير عندما تعيد نشر ما نشر ولا دون تطقيق أو تحقيق وتأخذ من روايات معينة هذا النظام الأمن الدولي ونظام الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني هناك صغرات شديدة هناك الآن انتهكات حتى داخل الدول القبرى في أوروبا في مؤاخذة المهاجرين كل هذا يعني أننا بحاجة إلى إصلاح شامل للأمم المتحدة سواء في مجال حقوق الإنسان في مجال منظومة الأمن الجماعي كل هذا يشفت عنه التقربة الخمسون عاما الماضيين طيب سيد نبيل يعني موضوع الاستقاء المعلومات الذي توقفنا عنده هل النشطاء أو هل المنظمات الحقوقية المنظمات في الدول لا تولي بالا في التواصل مع المنظمات الدولية وبالتالي هناك فجوة في استقاء المعلومات في مقابل نشاط للمعارضين نشاط للمتطرفين ربما دعني أقول أن ما طرحه ضيفك الكريم في الاستوديو كان بداية هامة في الطرح يجب أن نقول أن هناك أيضا لدى الدول العربية قصور في اختراق هذه المنظومة والتواصل معها وتخفيف أثر الفئات السياسية التي اخترقت هذه المنظمات الدولية إذا كانت إيران قد لعبت دورا كبيرا في اختراق المنظمات يكفي أن نقول أن هناك أكثر من أربعمائة وعشرين موظف ضمن منظومة الأمم المتحدة تابعين لإيران بدأت في إدخالهم في هذه المنظومة منذ السبعينات من القرن الماضي إذن هناك كان سرعة في التحرك اليوم قطر تقوم بنفس الأسلوب وبتوجيه إيراني أيضا لوضع نفس الاختراق أعتقد أن علينا نحن أيضا في كل الدول العربية الأخرى أن يكون لنا حضور وتواجد قوي كما طرحتم في هذه العملية لإيصال التقارير الصحيحة والمنطقية لدح تلك التقارير المتسوسة التي تقدم من هنا أو هناك نعم سيد نبيل ألعنا على الشاشة هناك بيان عن القوات المشتركة للتحالف بهجوم إرهابي من الميليشيا الحوثية الإرهابية والمدعومة من إيران استهدف مطار أبهوة هناك شهيد من جنسية سورية ربما موضوع الإرهاب أحد الموضوعات التي تبين نقص في معايير الأمم المتحدة وأيضا تضارب في تقاريرها قرار مجلس الأمن 1368 في يوليو من العام 2001 اعتبر أن الإرهاب يشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين واعترف بناء عليه بحق الدفاع عن النفس المشروع الفردي أو الجماعي وفقا لهذا الميثاق هذا أمر جيد ما نراه الآن من استهداف سواء للمدنيين العيان المدنية في اليمن في المملكة العربية السعودية وآخرها قبل قليل لمطار أبهوة ما نراه من استهداف أيضا في فلسطين ازدواجية في المعايير هذه كلها لا تطبق عليها معايير الأمم المتحدة أولاً أولاً أخي الكريم نحن نترحم على كل الشهداء والمصابين نتمنى لهم الشفاء العاجل من هذه الأعمال الإجرامية التي هي مجرمة وفق القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جينيفة الأربع التي تمنع وتحرم تماماً نعم استهداف المدنيين بالإضافة إلى أن إعلان روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يعتبر كل ذلك هي جرائم حرب يجب أن يحاكم عليها دولياً لكن أعود إلى الموضوع الأساسي وأقول أن الإرهاب بما يقدمه أو هذه العملية هو ما يعيدنا إلى النقطة التي طالما أثرناها سواء في برنامج هنا الرياض وفي كثير من الوسائل الإعلامية أننا أمام تحدي كبير جداً وهو ما طرحه الأخوة في البرلماني البرلمانيين العرب قبل يومين باعتبار الحوثية أو الحوثيين جماعة إرهابية ومطالبة الجامعة العربية والأمم المتحدة باعتماد نفس التصنيف مجلس الأمن الذي اعتبر حسن نصر الله وجماعته جماعة إرهابية يفترض أن يكون بنفس المصداقية ويعتبر الحوثيين جماعة إرهابية لأن ما يقومون به من إرهاب اليوم في المنطقة يجعلهم مستحقين لهذا التوصيف ثم التعامل معهم وفق هذا التوصيف وفق القرار الأممي طيب أعيد أذكر بما كان تحدثنا عنه وهو التصريح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي بأنه عند الساعة الحدية والعشرين وعشر دقائق من مساء اليوم وقع هجوم إرهابي من الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بمطار أبهى الدولي والذي يمر من خلاله يوميا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومدقيمين من جنسيات مختلفة المالكي أكد أن الهجوم الإرهابي نتج عنه شهيد من الجنسية السورية رحمه الله وإصابة سبعة مدنيين ونحن بانتظار إصدار البيان الإلحاقي والتفاصيل الأخرى ربما موضوع الإرهاب الذي تحدثنا عنه قبل قليل هو شاهد الموذج على هذا الأمر السفير السعودي لدى اليمن سيد محمد الجابر قال بأنه تجاهل التقارير الأممية لجرائم وانتهاكات الميليشيا في اليمن يطعن في مصداقية هذه التقارير ووجهتها لكن من ناحية أخرى هو ما أوصل وضع اليمن إلى ما هو عليه الآن المنشآت المدنية لها حماية خاصة في القانون الدولي ومن ينتهكها ترتقي إلى جريمة حرب ومن يقوم بجريمة حرب هي منظمات إرهابية لا زالت الأمم المتحدة الولايات المتحدة في طريقها إلى كما صنفت الحرس الثوري قد تصنف ميليشيا الحوذي كمنظمة إرهابية الأمم المتحدة لا زال دورها ضعيف ومتخاذل في العديد من المواقع ومن ضمنها الملف اليمني مارتن جريفث لا زال في المنطقة الرمادية لا زال رغم كل الانتحاكات للمنشآت المدنية والمطارات لا زال لا يستطيع تسمية الأشياء بأسمائها عبدالله المعلمي سبير السعودي في الأمم المتحدة قال على مارتن جريفث أن يسمي الأشياء بأسمائها طيب كان هناك انتقاد بصراحة وأختم معك عن دور مثلا الشرعية في الرد على هذه القرارات أو غيرها لكن بشكل عام هل يستوجب الأمر من الدول إعادة النظر في اختيار الدبلوماسيين وانتتحدثت عن جزئية في هذا الأمر من له علاقة مباشرة مع هذه المنظمات والتعيينات تحديدا خنشوف كيف طهران والدوحة والأخوان وأنقرة يؤهلون أشخاص حتى اللي يتعاملون معهم على درجة عالية من الكفاءة كما تحدث ضيفك في الأمم المتحدة هناك مثلا الاتحاد الدولي لتصالات النفوذ طهران أصبح كبير فيها يجب تعهيل الدبلوماسيين والعمل على وضعهم في المفرح بركز الإدارة الوسطى مهمة أهم من الإدارة العلية لأنها هي التي تصنع القاعدة الأساسية في المنظمات الأمر الثاني يجب أن يكون هناك علاقة وثيقة مع المنظمات الإقليمية والمنظمات الدولية وعدم تجاهلها بل العمل معها بشكل كثيف وتوضيح الحقائق طيب العمل الكثيف دكتور أحمد سيد يعني موضوع الإرهاب ربما المنظمات الدولية إن لم نقل أنها مشاركة للأسف في جزء كبير منها هناك أسلحة دخلت عن طريق هذه المنظمات أو أجزاء تابعة لها هناك أسلحة دخلت في صناديق مساعدات هناك بيانات تتغافل على الحقيقة على أرض الواقع وتصطف اصطفافا شبه كامل مع الميليشيات مثلا في اليمن الميليشية الحوثية المدعومة إيرانيا بالتالي هذا الأمر كله كيف عقد الأمور هناك في اليمن كيف أدى إلى استمرار الإرهاب الذي نراه الآن يعني بالطبع هذا الهجوم على مطار أبهى وسقوط شهيد هو بيفضح هذه المنظمات بيؤكد أنها جزء ومشارك في العملية الإرهابية لأنها عندما تتغاضى عن هذه الميليشية الإرهابية وعن جرائمها وعن من يمولها النظام الملالي والنظام الإيراني فهي مشاركة في الإرهاب عندما أيضا تتغاضى عن ما تقوم به الميليشية الحوزي من توظيف أموال المساعدات وصرقتها واستغلال منها الحديدة لتهريب الأسلحة ثم تتباكى هذه المنظمات وعندما وقفت ونشادت التحالف لوقف المعارك في الحديدة تحت انتبرات حق الإنسان إنما كانت تشارك أيضا في تهريب الأسلحة في تفاقم الوضع الإنساني أيضا عندما تتغاضى وتتهاون هذه المنظمات وتصدر تقارير مسيّسة وواضحة وتتنطلق من الصنعاء من تحت إمرض الميليشية الحوزي بيعكس أيضا أجندات هذه المنظمات وأنها جزء وبالتالي هذا المشهد في النهاية أن هذه المنظمات الدولية منظمات حقوق الإنسان هي في النهاية جزء من الأزمة جزء من المشكلة أن التعقيد الأزمة هي من قوّت ميليشية الحوزي الإرهابية في أن تقوم بمثل هذه العمال الإرهابية لكن الأمر المؤكد أن مثل هذه الإرهاب هذا الإرهاب هذا التحالف ماضي في تحقيق ودعم الشرعية في اليمن لا مثل هذه العمال الإرهابية مهما من كانت ولا النظام الإيراني يمكن أن يأثر على المملكة المملكة لديها القدرة والقوة على الاستمرار وفي محاربة الإرهاب حتى يتم التخلص من هذه الميليشيات وفي اعتقادي الآن أن القضية لم تعد الالتفات والتركيز والاستماع لهذه المنظمات هي فقدت مصدقياتها الآن هناك لغة أخرى ينبغي أن تكون هناك الأمور واضحة لم تعد المناطق الرمضية أو محاولة استرداء أو محاولة توضيح الحقاق لهذه المنظمات لأنها في النهاية الآن ترضى إلا بأجندات معينة وبالتالي أصبح الآن هذا بيعيب النظر في التعاون مع المنظمات ومع تقريرها والانشغال بالأولويات الآن نحن أمام معركة واضحة هناك إرهاب حوسي يتمهولها إيران هناك أهداف مدنية يجرمها القانون الدولي كلها بتتطلب الوقفة وعدم اتخاذ مواقف ما يقعب ما حدث اليوم في أبهى وقبله أيضا في مطار أبهى إلا ما أيضا كشف الأبيض من الأسود وأن هذه المنظمات لن فقدت كل أنواع المصدقين سنواصل النقاش في هذا الموضوع الآن ينضم لنا من واشنطن أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن دكتور نبيل ميخايل دكتور نبيل نحن أمام حدث الآن هجوم إرهابي من الميليشيا الحوثية على مطار مدني مقتل مدني وإصابة مدنيين أيضا بالتالي التصعيد في ظل هذه الأوضاع هناك معلومات تشير إلى أن واشنطن ستفرض عقوبات غدا الاثنين على إيران هل هذه محاولة لتفكيك الضغط قليلا على إيران برأيك ماذا؟ تحية لحضرتك كل أستاذ ديوف والمشاهدين والمشاهدات طبعا هي أكثر من محاولة هي أكثر من محاولة لزيادة الضغوط الأمريكية على طهران هذا عمل عضواني سافر وأعتقد أنه لم يكن بإمكان وقوعه إلا بمسؤولية إيرانية أمريكا لا تريد فقط إقامة عقوبات على إيران أمريكا أيضا تفكر جديا وربما يحدث هذا في أقرب وقت في مواجهة إيران عسكريا لن تكون حرب أمريكية إيرانية طويلة الأجل مثلما حدث ما بين أمريكا والعراق في نظام صدام حسين ستكون موقعة بحرية أو قصف جوي لعدة مواقع إيرانية لأن هنا في واشنطن هناك من يتهم الرئيس ترامب بالتردد وأنا في الحقيقة ألتمس العذر له الرجل لم يتردد الرجل يدرس جيدا اختيارات وزارة الدفاع البنتاجون الاستراتيجية هو ليس مثل أوباما عندما فعل في سوريا في موضوع الغوطة في أغسطس 2013 خافة وتردد من استعمال القوى العسكرية المؤسسة العسكرية في ذاك الوقت أرادت أن تقصف سوريا في هذه الحالة في اليومين الماضيين المؤسسة العسكرية طلبت الرئيس ترامب بالتريص فمازالت الأمور خطيرة مازالت الأمور جدية ما حدث كما أشرت لي في مطلع سؤالك ينصب في قائمة شكاوى أمريكا ضد إيران فربما أيضا يعني يتذكر جيدا الرئيس الأمريكي هذه الواقعة الحديثة المؤسفة الهجوم على طيار مدني إذا اتخذ قرار بشن هجوم على إيران أنا شخصيا أستطيع القول بأن رئيس ترامب سيواجه إيران عسكريا سواء بسبب أفعال ميليشيات الحوسي دكتور نبيل ترامب أيضا قال بأن هناك أو البنتجون قال بأن هناك ألف جندي سيصلون إلى المنطقة منهم من قال بأنه سيكون في منطقة الخليج والبعض الآخر قال بأنه سيكون في اليمن لضمان مصالح الولايات المتحدة وأيضا حرية الملاحة البحرية وأيضا للضغط على إيران بحكم أن ميليشيا الحوثي هي ذراع إيرانية عمل كهذا من قبل دولة كأمريكا ربما جيد ومفهوم لكن الأمم المتحدة المنظمات الدولية في المقابل لا تفعل شيئا لتجريم هذه الأفعال ولا للمساعدة بإيقافها هذا سؤال هام من شقين دعنا نبدأ بالجزء الأول نعم سيكون هناك وضع لقوات أمريكية في منطقة الخليج أنا شخصيا أتوقع ربما تكون قرب مديق هرمز ومجاورة من ناحية الأخرى لبندر عباس الميناء الإيراني أقرب نقطة لمديق هرمز لضمان حرية الملاحة في هذا الممر المائي الحيوي العالمي لكن شخصيا أستبعد أن توجد أو يضع ترامب أو يوصي البنتاجون بوضع قوات في اليمن الطبيعة وعرة الأمور صعبة وأيضا على حكومة منصور هادي أن تدعو القوات الأمريكية للمكوز في اليمن فأنا أستبعد هذا الأمر ربما توجد القوات الأمريكية قرب باب المندب أو في بحر العرب في جنوب شب الجزيلة العربية لكن لن توضع في اليمن أما بالنسبة لدور الأمم المتحدة المشكلة في الأمم المتحدة كما يحدث حاليا في ليبيا تقضي وقت طويل جدا في التحقيق وتحاول عشرات بالمئات الأطراف فبالتالي القضية لا تحسن وهناك أيضا الإصرار على تمثيل إما عناصر من الإسلاميين كما هو الحال في ليبيا أو عناصر موالية لإيران كما هو الحال في يمن وبالتالي فهناك إفقات ديبلوماسية بسبب ديبلوماسية الأمم المتحدة طيب سيدنا نبيل عبد الحفيظ موضوع يعني كيف يمكن الآن التعامل مع هكذا أحداث سواء من الشرعية أو من قبل تحالف دعمها في اليمن حقيقة أصبح الأمر يستدعي أن يكون هناك قرار نقول كان هناك كثير من الرضوخ لبعض المطالبات لبعض الجهات الدولية وعلى رأسها المبعوث الأممي لكن نحن نرى يوما بعد يوم أن التمادي الحوثي والذراع الإيراني القدر في المنطقة أصبح كبيرا وكبيرا جدا والخطر يزداد وعليه فأعتقد أن على الحكومة الشرعية وعلى التحالف العربي أن يكون أكثر حسما في هذه اللحظة ونحن نشاهد كل هذه القرائم لولا العملية الاستباقية التي حدثت في المنطقة ما بين ميناء الحديدة وميناء الصليف لضرب القوارب المفخخة التي كان يعدها الحوثيين في الرسالة في البحر الأحمر وضرب الملاحة الدولية لولا العملية الاستباقية للتحالف العربي لكنا أمام كارثة أخرى كان يهيأ لها ولا يوجد أي رد بالمقابل نجد إحاطات للمبعوث الأممي يتحدث فيها أن العمليات أصبحت أقل بكثير وهو ما يعني أن هناك كذب وتماهي مع هذه الإشكالية لكن نحن أمام تحول الآن ربما بعد سنوات من العمل وبعد مندوبين عدة لكن الآن منظمة الغذاء العالمي علقت نشاطاتها في صنعاء وإدخال المساعدات بقول بأن الحوثيين يسرقون هذه المساعدات ولا يوصلونها للمحتاجين أولاً هو اعتراف متأخر رغم أننا نقول أنه اعتراف جيد لكن متأخر لكن في طياته أيضاً جاء من ضمن طيات هذا الاعتراف أن هناك 10% من المساعدات تذهب إلى أيدي الحوثيين وهذا غير صحيح ما قدمنا بالأدلة والوثائق والصور أن ما يصل إلى الشعب اليمني بشكل قاد لا يزيد عن 30% ل40% بمعنى أن هناك 60% إلى 70% تذهب إما في أطر هذه المنظمات وفي دعمها هي أو تذهب إلى أيدي هذه الميليشيات إذن لا بد أن تكون أيضاً هذه المنظومة لديها مصداقية حقيقية وأن تكون جزءاً من الحل لا أن تكون جزءاً من المشكلة طيب دعنا سيد منيف نترك جانباً كل ما قيل في هذه الحلقة عن الأمم المتحدة عن المنظمات الدولية والتقارير المسيسة الآن نحن أمام استهداف لمطار مدني لأعيان مدنية استهداف لمدنيين كل هذه محمية بموجب القانون الدولي ليس الاستهداف الأول لكن لماذا لم تتحرك الأمم المتحدة؟ أمس كان في اجتماع الرباعية السعودية والإمارات وصدر بيان وبريطانيا وأمريكا وصدر بيان وأدان الاعتداء على مطار أبهل يتم في 12 يونيو أنا أعتقد الآن والمم المتحدة سبق وأدانت ودالت وغير الإدانات وإبداء القلق أنا أعتقد الآن براين حوك كان هنا وشاف المقذوفات والصواريخ والصواريخ وارتباطها بطهران أنا أعتقد أن هناك عمل دبلوماسي كبير بيمبيو قادم للمنطقة للسعودية لرياض وأبوظبي أعتقد أنه سيكون هناك مسار جديد واتخاذ إجراءات أكبر يعني يجب أن يصدر قرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع كما صدر قرار مجلس الأمن 216 وأيضا يجب الأمم المتحدة تتحمل مسؤوليتها مارتين جريفت لا زال يتحدث في المنطقة الرمادية ولا يريد تسمية العشاء بأسماء تطور خطير ارتباطه بالخناق على طهران ارتباطه بالعقوبات أيضا غدا الحزمة الثانية الحزمة الجديدة من العقوبات تجاه طهران فبالتالي الحوثي هو يتحرك لماذا؟ لأنه هو أسهل طرف يتحرك لماذا لا يحرك الحماس أو الجهاد الإسلامي أو حزب الله أو الحجد الشعبي لأن الحوثي وليس في صنعة أو صعدة وبالتالي يجب تسمية العشاء بأسماءها طيب دكتور احمد سيد ارتباط هذه العمليات بما يمارس أو بما يعني العقوبات التي ستفرض على إيران الآن وعلى محاصرتها من قبل دول العالم أجمع هذا الارتباط كيف يجب التعامل معه من الولايات المتحدة ومن باقي دول العالم باعتبار أنه لا يمكن مواجهة إيران دون وترك أذرعها حرة يعني بالطبع هذا الهجوم الإرهابي أولا وأكد منطق المملكة العربية السعودية عندما تدخلت لدعم الشرعيات في اليمن لأن هذه الميليشيا إرهابية جاءت من الكووف لا تعترف بأي عرافة أو قوانين وإنما تمارس الإرهاب وتصرق أموار الشعب اليمني ومعانيه أيضا بيؤكد الواجه العدواني لهذه الميليشيا الإرهابي والواجه الإرهابي للنظام الإيراني وأنهم كلهم مترابطان وأن مواجهة هذه الميليشيا يجزء من مواجهة رأس الأفعى النظام الإيراني فاعتقادي أن استهداف أهداف مدنية ومطار أبها أولا بيعكس عدة أمور الأمر الأول هو أن هذه الميليشيا في مرحلة احتضار أنها نتيجة المعارك والهزام الصحيقة التي تعرضت لها في كسين المواقع في أبضالع في صعدة في حجة وبالتالي الآن هي أصبحت تترنح تفلس تستهدف المدنيين الأمر الثاني أيضا من محاولة من النظام الإيراني لتخفيف الضغط والخناق عليه لكن هذه الأفعال إنما تؤكد المنطق السعودي منطق المجتمع الدولي فأن هذا الإرهاب لا يمكن حتى التعاون معه بمنطلق الحوار والمصارات السياسية التي استهلكت السنين وأوقاتا ضياعة الوقت وأدت للتبادي هذه الميليشيا والنظام الإيراني في ممارسة الإرهاب وأعتقد أن هذا يؤكد أنه لابد من مصارات جديدة أن الحسم العسكري ولغة القوة هي التي ستجدي مع هذه الميليشيا الإرهابية الأمر الثاني أن المملكة قادرة ومضية في استمرار في دعم الشرعية في تحرير اليمن من خالب هذه الميليشيا ومن النظام الإيراني كما أفشلت إنشاء نظام حزب الله آخر في اليمن كل هذا بيؤكد أن هذه الميليشيا الإرهابية تنفذ أجندات وأن استهداف أهداف مدنية بحكم القانون والأعراض وفي ظل التخاذ الدولي ومنظمات التي صدعت العالم بحقوق الإنسان كل هذا بيحكس أننا أمام مشهد جديد وأن الآن المسارات الجديدة مختلفة عما سبق وأن المجتمع الدولي الآن إذا أراد أن يواجه الإرهاب من جزوره فعليه بمواجهة رأس الأفعى وهو النظام الملالي الإرهابي طيب دكتور نبيل يعني هذا المشهد الجديد القديم هو أنه نحن أمام ميليشيا ميليشيا تمتلك أسلحة نوعية وقد تصل كما حذر البعض إلى الولايات المتحدة إلى ميليشيات في أي مكان في العالم تتعاون معها هذه الميليشيا لا يمكن التعامل معها بمنطقة دولة فماذا يمكن للمجتمع الدولي أن يفعله في هذه الحالة ما يمكن أن يفعله المجتمع الدولي سؤال للدكتور نبيل عفونا نعم نعم نبيل ميخايل تفضل تفضل شكرا شكرا أسف للي حصل لدينا اثنين أعتقد أن ربما تأخذ حكوم تفضل ربما تأخذ حكومة الرئيس دونالد ترامب الريادة وتطبق أو تفرض عقوبات اقتصادية على ميليشيات الحوسي بنفس الطريقة التي فعلتها فيما تعلق بالحرس الثوري الإيراني وأيضا فيما تعلق بحزب الله ده أمر آخر ربما أيضا في حالة وقوع هجوم أمريكا عسكري على إيران ربما يضعف هذا من روابط إيران مع ميليشيات الحوسي وبالتالي يقلل هذا من أنشطتهم التخريبية في هذا البلد العربي الشقيق ترامب لم يولي اليمن عناية كافية أستطيع أن أنتقدوا في هذا لكن عليه أدراك أن اليمن أهمية استراتيجية وأولوية استراتيجية وربما بعد مواجهة إيران بسبب أنشطتها وأيضا إيران مسؤولة عن أنشطة الحوسي التي يعتبرها ترامب ضر بمصالح أمريكا أعتقد أن ربما بعد مواجهة إيرانية أمريكية ما يلتفت أو تلتفت إدارة ترامب إلى اتخاذ موقف أكثر حسما مع ميليشيات الحوسي إذا حدث هجوم مرة أخرى على إحدى المطارات أو المنشآت يجب الرد عليه بقصوة طيب تريد أن تعلق بشكل سريع قبل أنه ريسات الرياض قادرة على حماية نفسها ولكن تؤكد على أنه من الطاقة مسؤولية دولية الملاحة مسؤولية دولية أيضا امتلاك ميليشي لأسلحة نوعية لا يهدد فقط السعودية يهدد العالم يهدد أوروبا أمريكا الجنوبية أمريكا روسيا الصين على الدول أن تدرك أن ميليشي تملك أسلحة نوعية بهذا الشكل يشكل خطر عليها وليس فقط على منطقة الخليج شكرا جزيلا لك الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ منيف عماش الحربي وأشكر من القاهرة وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية السيد نبيل عبد الحفيظ وكذلك الخبير في العلاقات الدولية دكتور أحمد سيد أحمد وأشكر أيضا ضيفنا من واشنطن السادة العلوم السياسية دكتور نبيل ميخايل شكرا موصول لكم مشاهدين نلتقي على خير في أمان الله اشتركوا في القناة